لكن خدوا بالحضراتكم انت عندك في الفترة الأخيرة طبعا كان طاهر بيشارك بشكل أساسي وواحد من النجوم اللي فائت ويمكن واخد أحسن لعب في ماتش بيراميدز اللي لعبه النادي الأهلي مستوى بيتطور مباراة المباراة أكرم توفيق طبعا يعني مش محتاج كلام لعب شهر يونيو في النادي الأهلي بشهادة وباختيار جماهير النادي الأهلي بتكلم على صلاح محسن واحد من أفضل الأوراق الربحة اللي لجأ لها مصر مسلماني في كتير من اللقاءات الصعبة لقات التقيلة وكان عند المعاد جاهز وبيسجل وكان الحقيقة واحد من أفضل تغييرات بس المسلماني في الفترة الأخيرة فانت بتكلم على عقب محمد شناوي طبعا حدث سؤال حرج يعني حدث مصر الأول وسبحان الله النهاردة الفيفا بيرد احنا مش بنرد مش قالت النادي الأهلي اللي بترده انا مش هتكلم في الموضوع ده تاني خليكوا كده مركزين مع الأهلي انتوا داسين كل حاجة ومش مركزين غير مع الأهلي لكن الحقيقة يمكن اللي عايز بس أقوله أنه الأربعة دول كانوا ليهم دور رئيسي جدا وجودهم مع المنتخب الأولمبي واللي بتمنى طبعا أنه يساعد ناصر مهر ويساعد أحمد رمضان بيكا مع أنهم يدخلوا يا سعيد وفورما تاني ناصر من اللعيبة اللي إمكانياتها محدش يقدر يشكك فيها لعيب الحقيقة لعيب تقيل في الملعب لعيب تقدر تبني عليه فرقة وإن شاء الله بإذن الله يقدر يرجع مرة تانية مع منتخب مصر الأولمبي لأنه بيلاقي نفسه الإصابة يمكن حرمته من أنه يتعلق مع نادي الأهلي لكنه يظل واحد من أفضل اللعيب الكرة في مصر ده شيء مفهوش جدال وعشان كده فرصة فرصة لمحمود متولي وفرصة لندفد وفرصة لمحمد محمود فرصة لكل العيب فرصة للكهرباء وفرصة الأجياء أنه هم الحقيقة يعني يستغلوا الفترة دي ونشوف إمكانياتهم اللي احنا وثقين فيها تماما وعندنا الشك فيها نتمنى بس أنه هم يستعيدوا مستويتهم بشكل سريع ويبقوا بجهزين للمرحلة اللي بالمناسبة هتكون صعبة كل البطولة ما بتقرب من أخيرها كل من المطشب بتاعت النادي الأهلي بيبقى لها حسبات معقدة حتى الفرق اللي بتصارع على الهبوط بتقاتل في أرض الملعب وكأنها بتلعب على البطولة فعشان كده هيكون فيها فترة محتاجين فيها كل نجوم الأهلي يكونوا في أعلى مستوياته خلينا أقول لحضراتكم وبمناسبة الكلام على الشيناوي اللسه ما زال الكلام مستمر عليه يعني موضوع الشيناوي قطلة بحثة غلطة الشيناوي الناس كلها يعني ما فيش حاجة بتحصل في الرياضة في مصر تستاهل أو تستدعي انتباه الإعلام الرياضي غلطة الشيناوي في مبارات بيرامدز يعني لغاية المبارح الناس بتتكلم عليها على كل أحوال خلينا أقول لحضراتكم أنه الفيفا بقى نحن نتكلم هلا على أكبر اتحاد ومؤسسة مسؤولة عن كرة القدم في العالم اختارت الشيناوي من ضمن مجموعة من الأسماء اللي اعتبرتها من المواهب اللي هتشارك فيه أولمبياد توكيو 2020 في كرة القدم والقايمة دي طبعا ضمت لعيبة كبيرة جدا على مستوى العالم يعني منهم مثلا من برازيل داني ألفش ظهير طبعا البارتسا الشهير واحد من أفضل الباكات اليمين اللي شفتها بتلعب في عمري كله الحقيقة داني ألفش لعب متماس جدا ريت شارلسن طبعا برضو مهاجم البرازيل المتقلق معاهم في كوبة أمريكا أندري بيريه من فرنسا فرانكي سي من كورديفورو معاهم لستة من النجوم أولمو طبعا نجم أسبانيا اللي تقلق معاهم رغم خروجهم لكن أسبانيا قدمت أداء أكتر من رائع وداني أولمو الحقيقة واحد من اللعيبة اللي قدمتهم لنا اليورو لعيب قوي جدا وأعتقد هاكون ليه مستقبل كبير فالفيفا هو اللي بيختار الشيناوي عشان يكون واحد من المواهب اللي هتظهر في أولمبياد توكيو 2020